اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل هذا المشكلة على تطبيقك الخاص ديسكورد من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها سوف نأتي إلى الضبط والإعدادات نقوم بالضغط عليها ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا للضبط والإعدادات نقوم بالنزول الأسفل نضغط على التطبيقات هنا نقوم بالضغط عليها ثم نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة نقوم بالنزول للأسفل ثم نأتي إلى الدسكورد هنا نقوم بالتغطى عليه ثم بعدها نأتي إلى معلومات التطبيق هنا نقوم بالتغطى على إيقاف إجباري ثم تضغط على موافق بعدها نضغط على مكان التخزين ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة نضغط على مسح البيانات ثم نضغط على مسح التخزين المؤقت ثم بعد ذلك سوف تقوم بالذهب إلى متشار جوجل لكي تقوم بتحديد تطبيقك الخاص دسكورد لحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك وتضع لجزء اللايك ونتقل في فيديو آخر ان شاء الله